أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن النجاحات التي يخطها أبناء مملكة البحرين من الخريجين والخريجات بإكمالهم مرحلة أساسية في مسيرة التحصيل الأكاديمي تبعت على الفخر والاعتزاز وأشار سموه إلى أن أبناء الوطن أثبتوا تمييزهم في مختلف المجالات بإبداعهم وابتكارهم وشغفهم للمعرفة وحرصهم على اكتسابها وتوظيفها بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة مالك البلاد المعظم ومتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى حضور سموه حفلة تخريج الفوج الثامن من مدرسة الرفاع في وزة الدولية والذي يقيم يوم أمس في مسرح البحرين الوطني وضم 35 طالبا وطالبة حيث هنأ سموه الخريجين على ما بذلوه من جهود لإتمام تحصيلهم الأكاديمي بالعزم والمثابرة مؤكدا أن هذه المحطة ما هي البداية لمرحلة جديدة تتطلب طموحا وعزمة أكبر للوصول إلى ما يسمون إليه من نجاح في مختلف المجالات حتى تنسموه الخريجين على موصلة الجد والاجتهاد في كافة مسارات حياتهم العلمية والعملية بما يسهم في بناء حاضر مشرق ومستقبل واعد من أجل البحرين وبهذه المناسبة أكد السيد عاطف أحمد عبد الملك رئيس مجلس أمنا مدرسة الرفاع فيوز الدولية أن المدرسة تجدد التأكيد على موصلة جهودها في تطوير قطاع التعليم الخاص واستمرار تحقيق رؤيتها نحو خلق بيئة بيئة تعلم ذكية وحديثة وفق أعلى مقاييس التعليم الدولية من جهته أشار الشيخ عبد العزيز بن مبارك الخليفة عضو مجلس أمنا مدرسة الرفاع فيوز الدولية إلى أن المدرسة حاضنة للتعلم الذكي وتمتلك منهجة دراسية تعتمد على علوم البرمجيات والذكاء الاصطناعي معربان عن اعتزازه بكفاءة وقدرة خريجي المدرسة على التكيف مع تطورات العصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر